أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هنا الجمهورية الجديدة قرار مفاجئ من قناة النهار بواف برنامج الجمهورية الجديدة وأحالة الإعلامية مونة العمدة وفري العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري قناة النهار قالت في بيان لها أنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في واحدة من حلقات البرنامج الأخيرة وقررت وقف البرنامج لحد ما ترجعوا للمصاري الصحيح أو تلغي بشكل نهائي أما عن الفيديو اللي تسبب في وقف الإعلامية مونة العمدة فكان في واحدة من الحلقات استضافت فيها واحد من المطورين العقريين واللي شاف عدد كبير من الجمهور أنها بتتكلم بشكل غير لائك وبطريقة ما تصلحش تكون مزيعة طيب مين هي مونة العمدة؟ وفقا للتقارير فمونة العمدة حصلت على باكالريوس الصيدلة في الأساس كانت بتشتغل في مجال التدريس في واحدة من الجامعات وده بعد ما تم تعينها أستاذة في الجامعة قسم الكيمياء ظهرت مونة العمدة على مناصة التيك توك وإنستجرام وقدمت برنامج كلبش في الحدث اليوم وأحلى كلام في المحور ووجهة نظر في النهار اتفرغت للتلفزيون وبدأت رحلتها الإعلامية بقناة الحدث ثم المحور ثم النهار شاركت في مسلسل بيت الشدة واللي كانت أول تجربة فنية لها وفي بيان النهار قالت فيه أن القناة بتؤكد حرصها الدائم على تغديم محتوى وأداء مهني يليغ بمشاهديها وفقا لما تقر أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي